شهدينة دلوقتي موجز مع أهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند التسعب توقيت القهراء السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو الجاري على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحادية شتاين ماير والمستشار الاتحادية أولاف شولز وعدد آخر من الأعضاء الباريزين بالحكومة الألمانية فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقهرة فرانك هارتمن مؤكدا أن زيارة رئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكل البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأضاف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ الذي يمثل أولوية مشتركة سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي وقضايا إقليمية ودولية أخرى قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يعاني من تدعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم غير المصبوقة التي يواجهها العالم اليوم وفي كلمة له من مدينة العالمين أضف مدبولي أن الحكومة خريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص الصلار أوضح مدبولي أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنوية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة وأشر بيسكوف في حديثي للصحفيين أن موضوع الحبوب من اختصاص العسكريين الروس لافتا إلى أن التقارير حول هذا الموضوع تصدر عن العسكريين حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنن من أن محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى ركود عالمية وأوضح فرشنن أن الطراب أسواق السلع العالمية كانت نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ذكر بيان لمكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماترالا أن الرئيس رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراكي وطلبه بمخاطبة البرلمان الحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد وكان دراكي قد تقدم باستقالاته بعد أن رفضت حركة خمس نجوم أحد أعضاء التلاف الوحدة الوطنية دعمه في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسهار وقالت دراكي أن الاتلاف الذي دعم حكومته لم يعد موجودا أعلن رئيس البرلمان في سريلانكا قبوله خطاب الاستقالة من رئيس جوتابايا راجباسكا بعد أن تم التحقق من صحته كان راجباسكا قد وصل إلى سنغفورة بعد توقف في المالديف في أعقاب مغادرة سريلانكا وسط موجة من الاضطرابات اجتاحت البلاد التي تواجه أسوأ أزم اقتصادية منذ عقود أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 533 إصابة جديدة بفارس كورونا من بينها 113 حالة مصخوبة بأراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227 143 حالة وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفارس لتظل خصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة أما رياضيا ففاز سيراميكا كيلو فترة على ضيفه الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدور الممتاز وسجل خماسية أصحاب الأرض كل من محمود نبيل ومصطفى سعد وشادي حسين وشريف دابو وحمزة مجدي وبهذا الفوز تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة فيما تراجع الاتحاد إلى المركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة نهاية منجزة التسانع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يمصر بعد الفاصل